محامي سليمان جبوري من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي مشاهدي قناة الحقائق بالوثائق نقدم لكم حلقة جديدة مختلفة عن الحلقات التي تناولناها مؤخرا ونعود إلى القرن العشرين في بداية ثمانيينيات القرن العشرين لنستعرض العلاقات العراقية الأمريكية وأتحدث عن زيارة دونالد رامشفيلد إلى العراق ولقائه بالرئيس صدام حسين متى التقاه وأين التقاه وبحضور من وماذا دار بينهم الحديث وكم مرة التقاه هناك حديث كثيرة عن زيارة رامشفيلد ولقائه بالرئيس صدام حسين نعود إلى تاريخ العلاقات الأمريكية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية حيث كان أول سفير أمريكي للعراق عام 1935 واستمر يعني العلاقات الدبلوماسية حتى عام 1967 حيث توقفت العلاقات نتيجة حرب حزيران حرب الأيام الستة التي جرت بين العرب والكيان الصهيوني تم قطع العلاقات في زمن الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف رحمه الله العلاقات العلاقات يعني التي كانت في أصرها الذهبي بين العراق وأمريكا في ظل إدارة الرئيس رونالد ريغان خلال الحرب العراقية الإيرانية حصلت كثير من التطورات التي أدت ب إعادة العلاقات بين العراق وأمريكا راح أأتي على بكر دونالد رامسفيلت دونالد هنري رامسفيلت مواليد 1933 من شيكاغو بألينوي في الولايات المتحدة الأمريكية توفي في 29 حزيران 2021 وأعلن رسميا أنه توفي نتيجة إصابته بمرض لكن الحقيقة أنه يعني من خلال التحري والتقصي أنه انتحر بسيانيد الغازس يعني سيانيد البوتاسيوم حيث كان موضوع في نظارته إبرة وتم وضعها في جلده وسقط على الأرض حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة هذه هي حقيقته طبعا بدأ حياته طيار عام 54 في البحرية الأمريكية وكان عضب مجلس النواب الأمريكي لثلاث مرات استقال من مجلس وعمل مدير مكتب ريشارد نيكسون الرئيس الأمريكي ريشارد نيكسون وكان يعني مكلف بشؤون الاقتصاد ثم عام 73 سفير لمنظمة حلف شمال الأطلسي عينه جيرالد فورد الرئيس الأمريكي اللي خلف الرئيس ريشارد نيكسون أثر فضيحة ووترغيت حيث استقال الرئيس نيكسون فعينه وزير دفاع وكان أصغر وزير دفاع ذاك الوقت أمره خمسة و ثلاثة واربعين سنة نهاية يعني من عام 75 حتى عام 77 وكانت نهاية الحرب على بيتنام عام طبعا هو صاحب استراتيجية عقينة الرد السريع على التهديدات يعني يعني رسم استراتيجية أو خطة أنه إعداد قليلة من الجنود مقابل تكثيف الهجمات الجوية في الحروب التي يشنوها على الدول طبعا واتعرض إلى انتقادات واسعة وشديدة بسبب الحرب على العراق وما جرى من فضائح في أبو غريب وكذبة أسلحة الدمار الشامل وسيق إلى المحاكمة في جزيرة ديغو جاريسيا لغرض التحقيق معه وعندما وقف أمام القضاة ووجهت إليه الأسئلة قام بالانتحار أيضا خلال فترة من 2001 إلى 2006 عين وزيرا للدفاع يعني هو عمل مع ثلاث رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية ريشارد ديكسون جرال فورد جورج دابليو بوش الأبن من 2001 حتى 2006 واستقال عام 2006 نتحدث عن زيارته للعراق عام 83 ماذا جرى خلال هذه الزيارة طبعا إذا نعود إلى أسباب التحرك الأمريكي تجاه العراق كان هناك عام 82 من قبل الأمريكان يعني الإدارة الأمريكية مجلس الأمن القومي الأمريكي يعادة نظر بسياسة الأمريكان في الشرق الأوسط ومنها العراق فخلال فخلال الحرب العراقية الإيرانية واحتلال الطلاب الإيرانيين يعني في كل هذه أسباب دعت إلى إعادة العلاقات بين العراق وأمريكا طبعا العراق كان من ضمن الدول التي كانت على طاول الأنطية الإرهاب على قائمة الإرهاب لدعمه للمنظمات الفلسطينية التي كانوا يصفوها بالإرهاب كثير من المنظمات الفلسطينية كانت تحت قائمة الإرهاب والإرهاب كان يدعمه من منطلق قومي من منطلق تحرير فلسطين فوضع العراق أيضا على قائمة الإرهاب حصلت خلال هذه السنوات أيضا يعني احتلال الطلاب الإيراني للسفارة الأمريكية أكثر من سنة وا احتلال أيضا يعني الحرم المكي المكة المكرمة احتلال السوفيت للأفغانستان كل هذه الأحداث يعني مجتمعة دعت الأمريكان إلى إعادة النظر أيضا القتال بين السوريين والإسرائيليين والفلسطينيين في لبنان حرب ضروس في لبنان في ثمانينيات القرن الماوي وصبره وشاتيلا وحصلت مجازة كثيرة العراق بعد ما تعرض نظام خميني نظام الملالي في إيران بتحرشاته للمخافر الحدودية والمدن وتدخل بمن خلال دفع أحزابه وميليشياته عبر الحدود والأهوار حصلت نزاعات ومناوشات سبقت الحرب العراق دخل في الأراضي حموق الأراضي الإيرانية بقى فترة قصيرة المجلس الأمن الدولي قرر يعني استجابة للمجتمع الدولي وقف اطلاق النار فالعراق انسحب إلى داخل الأراضي العراقية ووقف موقف المدافع عن نفسه لكن الإيرانيين لم يتوقفوا لمنه الحرب واستمروا رغم كل الوساطات وتدخل ضياء حق الجنرال حق الباكستاني وأمين العام للمؤمن المتحدة لكن كل هذه الوساطات لم تلقي أذان صاغية من النظام الملالي في إيران ومن نظام خميني طبعا خلال الحرب العراقية الإيرانية المجتمع الدولي قرر يعني المعارضة للحرب قطع الإمدادات وإنهاء بيع الأسلحة للطرفين الأمريكان في زمن الشاه كانوا يعاقلين صفقة أسلحة لتجويل إيران بيها فوقفوها كذلك يعني العراق كان يأخذ الأسلحة من الاتحاسب فيه مصدر السلاح مع الإسرائي فأحتاج أن يعدد مصادر السلاح وصار تسابق بين الإيرانيين وبين العراقيين على شراء السلاح وإيران يعني حاولت أن تشتري السلاح حتى من إسرائيل ومعروفة فضيحة إيران قيد وتعاونت سوريا وليبيا في إرسال أسلحة وصواريخ إلى إيران من هنا بدأ التطور في العلاقات العراقية الأمريكية وتحسين العلاقات بين العراق وأمريكا فرفع العراق من قائمة الإرهاب حصل الزيارات لمشؤولين رفيعي لمستوى بين العراقيين والأمريكان ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد زار العراق بمبعوثا عن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وحصل تعاون استخباري وعسكري سري بين العراق وبين الأمريكان وكان هناك تبادل زيارات بين المسؤول المخابرات العراقية ومسؤول المخابرات الأمريكية ويليام كيسي وهذا ويليام كيسي في وقت من الأوقات بعد ما انتهى عهد ريغان تم إجراء تحقيق معاه حول موضوع التعاون مع العراق واتهام رونالد ريغان وويليام كيسي ومن معهم بتجويد العراق بالأسلحة الكيميائية لأنه خلال الحرب العراقية الإيرانية من 83 حتى 88 تم تبادل الضربات بالأسلحة الكيميائية بين العراقين والإيرانيين كل الطرفين استخدموا هذا السلاح وإيران شقت لدى الأول المتحدة وكذلك العراق فمن المسؤول عن هذا الأمر اتهموا رونالد ريغان وويليام كيسي ورامس فيلد بتعاون مع العراق وابداء التسليلات وتزويد وزارة الزراعة بطائرات ريكوبتر وبمبيدات زراعية وكذا استخدمت هذه المعدات والمواد الكيميائية لتصنيعها وضرب القوات الإيرانية التي قابلت العراق بالمثل طبعا قلنا أن العراق رفع من قامة الإرهاب دفعوا دول الخليج إلى دعم العراق بالمال والأماكن الجستية والجزر والقواعد إعطاء قروب أمريكية أيضا للعراق من خلال وزارة الزراعة الأمريكية وتم إعادة العلاقات رسميا عام 1984 بدعم يعني من الرئيس رونالد ريغان كل هذا كما ذكرت نتيجة مراجعة السياسة أمريكا تجاه الشرق العوسط ومصلحتها في الرد على إيران التي دفعت طلاب إيرانيين لاحتلال السفارة أكثر من سنة وارتكبت جرائم لا أخلاقية في الموظفين الأمريكان في السفارة الأمريكية كذلك للرد على الاتحاد السوفيتي في غزوه لأفغانستان وأيضا لحماية مصالحها في الخليج العربي اللقاء رامسفيلد بصدام حسين رحمه الله عام 1984 إذن هناك لقائن حصل بين رامسفيلد وبين الرئيس صدام حسين في بغداد الأول كما ذكرت عام 1983 والثاني عام 1984 تشرين في عام تشرين الثاني عام 1984 و في اللقاء الأول ذكرنا ما ما حصل من تعاون وفي اللقاء الثاني تم مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وكذلك العداء المشترك يعني النظام الإيراني والنظام السوري كان يساند ويدعم النظام الإيراني ضد العراق نفس نفس الوقت أمريكا كانت في موقف عدائي مع سوريا وإيران فعدو عدوي صديقي تم دعم العراق والوقوف معه على هذا الأساس يعني السوريين النظام السوري كان موقوفه سيء جدا يعني من قضايا الأمة وقضايا العراق ووقف إلى جانب إيران ضد العراق يعني بكل قوة بكل فقل طبعا الأمريكان بعد ما العراق قطع تمرير النفط يعني كان هناك أنبوب نفطية مر عبر سوريا إلى البانياس واللاذقية لتمرير لبيع النفط العراقي تم قطع من قبل السوريين نظام السوري وكذلك النظام الإيراني أيضا منع ناقلات النفط العراقية من المرور عبر الخليج العربي إلى تسويق النفط لبيعه في دول العالم فالأمريكان كثوا جهودهم لإيجاد بديل لتمرير النفط عبر الخليج لتلافي مشكلة قطع الخطوط نقل النفط من سوريا ومن طريق الخليج التقى رامس فيل بطارق عزيز وتحدث أن طارق عزيز كان مسرور وسعيد ونقل رغبة أيضا وجهة نظر وانطباعات العراق والمسؤولين العراقيين والقياة العراقيين من هذا اللقاء وهذه الزيارة وتطبيع العلاقات وعادتها بعد انقطاع من عام 68 حتى عام 83 و بعام 84 يعني سبب بجي رامس فيل ضغوط دولية صارت على الأمريكان بسبب تعاونهم مع العراق بشكاوي إيران من أن العراق استخدم الأسلحة وكان هناك صفقات أمريكية من طائرة الهليكوبتر لتسليمها العراق فحصلت ضغوط كثيرة أدت إلى إلغاء هذه الصفقة فالحديث كان يعني بين رامس فيلد و بين القيادة العراقية الرئيس صدام حسين حول هذا الموضوع بقي أن نقول أن الرئيس صدام حسين خلال أسره لم يلتقي بدونالد رامس فيلد نهائيا وإنما التقى به عام 83 وعام 84 عزيزي المشاهدين الكرام إلى هنا ننهي حلقتنا هذه على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى وود أن ننوه إلى أن حديثنا هذا كله معزز بالوثائق من خلال أرشيف الوطني الأمريكي ورشيف الوزارة الخارجية الأمريكية والمخاورات الأمريكية بحيث وثقت كل هذه ورفعت عنها درجة سرية يعني هذه الوثائق تم رفع درجة سرية عنها أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته